بس لو حضرتك يا أسيس نزار لو توضح بس بسرعة ان اللي مات هو النسوت وليس اللهوت لان الحتة جيبتوا أماضلة جبيرة قوي لأخواتنا والرب يباركك ربنا يباركك أخت نهال فعلا كفيت ووفيت في كل يعني في كل الأفكار اللي ذكرتها ربنا يحميك ويخليك ويباركك يا أخت نهال أنا في الحلقة اللي مضت شرحت طبعا أكثر عن فكرة الناسوت واللهوت ومرة تانية كما ذكرت أختي نهال بكرر ان اللي مات على الصليب يسوع الإنسان لأنه اللهوت لا يحد الله مالي السموات والأرض لكن الشيء الجميل يعني مثل ما مكتوب في كولوسي رسالة كولوسي يحل كل ملء اللهوت فيه جسديا هذا مش معنى كل لهوت الله اتحدد في هذا الجسد حاشة فهو موجود في الإنسان ولكنه موجود في كل مكان وهو يدير الكون ويتعامل مع الكون وهو اللي متحكم ومتصلت وبيعمل مفيش اشي فاية عن عنيه والدليل انه قال يسوع حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في الوسط وهذا واضح انه انه مش محدود باللهوت بينما ملايين الاجتماعات في نفس الوقت عم بتجتمع وعم بتصلي هو حاضر في كل اجتماع فلا نستطيع انه جزئه ولا نستطيع انه حدده فهو كامل مالي السماوات والارض لكن الجمال والحلاوة في الموضوع انه ما كانش فيه اي وسيلة اخرى ولا اي طريقة لتجمع بين الصفات الالهي التوازن انه شخص يحب لكن من ناحية التانية هو عادل لازم يدين الخطية الا يسوع المسيح وهذا اعطاه الكفاءة ان يكون الفادي الفادي من اجلنا